جهود دبلوماسية دولية لحتواء نظر حرب عالمية ثالثة شرق أوروبا حيث سلم حلف شمال الأطلسي مقترحة خطية إلى موسكو ردا على المطالب الروسية المتعلقة بخفض النفوذ الأمريكي شرق أوروبا الكريملين قال أن السفير الأمريكي في موسكو جون تسوليفان سلمها ردا مفصلا من واشنطن إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت التعهد بإغلاق باب حلف شمال الأطلسي أمام كورانيا ضاربة بذلك عرض الحائط بأحد الشروط الأساسية لروسيا لتخفيف التوتر مع جارتها أوكرانيا وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين أكد أن واشنطن حددت مسارا دبلوماسيا جادا لحل النزاع وحث بلينكين الذي يزور العاصمة الأوكرانية كييف رئيس الروسي فلادامير بوتين على اختيار طريق سلمي وذلك وسط مخاوف متزايدة من أن روسيا تستعد لغزو أوكرانيا وكانت روسيا قد حشدت عشرات الألاف من القوات الروسية على الحدود الأوكرانية خلال الأسابع الماضية وقد أذكر المخاوف من حدوث غزو لكن روسيا تنفي أنها تخطط لهجوم وكانت موسكو فاجأت دول الغرب بنشر مشروعي معاهدتين مع كل من الولايات المتحدة والناتو في ديسمبر الماضي ينصاني على خفض النفوذ الغربي شرق أوروبا ويعتقد مراكبون أن جوهر الخلاف بين روسيا وأمريكا يكمن في اعتقاد الروس أن الحرب الباردة بين القوتين العظمتان لم تنتهي بفائز وخاسر وأنها وريثة شرعية للاتحاد السوفيتي فيما يعتقد الأمريكان أن هذه الحرب أفضت لخسارة روسيا هذه المعركة وعليها الإذعان للتوسع الغربي شرق أوروبا ما لم سيكون هناك عاصل عقوبات الاقتصادية الغليظة وهو ما لا يقبله قيصر روسيا الجديد فلادامير بوتين وفي أوائل 2014 أصبحت شبه جزيرة القرمح وراء أخطر أزمة بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة وذلك بعد الإطاحة بالرئيس الأوكراني للمنتخب والموالي لروسيا فوكتور يانوكوفيتش باحتجاجات شابه العنف في العاصمة كييف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر